نظمت مؤسسة حياة كريمة تدريباً تمهيدياً لملتاقة توظيف للشباب بمدينة الزقزيق والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بالاشتراك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ووزارة الشباب والرياضة ومحفظة الشرقية تستادف مؤسسة حياة كريمة تدريب الشباب على مهارات الحسب الأليه وكتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلة الشخصية للعمل فضلاً عن التدريب على الثقة بالنفس وإدارة الوقت وتأتي فعليات تدريب الشباب تمهيداً لانطلاق فعليات ملتاقة توظيف بمحافظة الشرقية في الفترة من الخامس إلى السادس من أغسطس الجاري بالصالة المغطى بمدينة الزقزيق أكثر من خمسين شركة إن شاء الله في الصالة المغطى بمدينة الزقزيق يوم خمسة وستة أغسطس وعشان نقدر نوفر لهم الوظائف دي ونقدر نحن نأهلهم لها قبلها عملنا تدريب لمدة ثلاث أيام ثلاث أيام دول بنبدأ بيهم النهاردة إن شاء الله ده يوم واحد أغسطس واحد واثنين وتلاتة عن أهل إن شاء الله المتقدمين إن هم يقدروا يعرفوا نفسهم للشركات يقدروا يختاروا بين الوظائف بحيث إن هم يبقى عندهم المقدرة على التقدم الوظيفة والقصول عليها بإذن الله تعالى استفدت إن أعرف إننا نحن نتعلم إننا نحن نعمل سي بي محترم بطريقة فويسة وتلاتيبه إزاي وشوني يبقى إزاي وإلى أهل راح نترفيوه أو أعمل إنترفيوه أعمله بطريقة فويسة أو أعمله إزاي حل استفدت كتير طبعاً استفدت إزاي أعمل سي بي وما كنتش عرف أسر أن أعمل إزاي سي بي وعمله بطريقة بروفيشنال والمهندسة شرحت حاجات كتير يعني استفدت منها واستفدت إذا أنا لما أقدم على وظيفة إيه الحاجات اللي أنا مفروض أعملها وإيه الحاجات اللي أنا مفروض أحضرها وإيه الحاجات اللي أنا مفروض أقولها